موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 5 لسن 7 لونت الخامس الدرس السابع أنوان الدرس تفقد فهمي موجود بصفحة 70 من كتاب الطالب صفحة 68 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناتي اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر فيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقوه من خلال هذا المعرف صفحة 70 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة Look at the story in lesson 6 انظر إلى القصة في الدرس السادس القصة اللي شرحناها في الدرس السابق Can you put the sentences in order هل يمكنك أن تضع هذه الجمل بالترتيب إذن منطيني مجموعة من الجمل المباثرة عن القصة اللي خذناها في الدرس السابق نحاول نتذكر القصة نتذكر أحداثها ونرتب الجمل حسب أحداث القصة اللي شرحناها في الدرس السابق فمثلا نمبر وان هو حالياها The family went on a picnic العائلة ذهبت في نزهة نلاحظ أمر هنانا قبل من رتب الجمل أنه الwent ذهب الماضي ما القو هنانا الأفعال اللي راح يستخدمها جميع هن أفعال بالماضي بينما القصة اللي شرحناها في الدرس السابق جميع أفعالها كانت بالمضارع أو بهأس الشخص الثالثة أو مجردة ليش؟ لأن هنا ندي يوضح لي أن القصة أصبحت بزمن الماضي أن العائلة ذهبت في نزهة ورجعت لليبيت فالأحداث مع القصة العائلة أصبحت بزمن الماضي فجميع الجمل اللي موجودة يجب أن تكون بزمن الماضي البسيط اللي راح نشرحها إن شاء الله بالتفصيل بالدقائق القادمة فمثلا العائلة ذهبت في نزهة بعدها شن الجملة الثانية اللي تكون بعد هذه الجملة نجي ندور بالجمل الأب أمسك بسمكة غير مناسبة بعد هذه الجملة ما حندورها على الممكن نخليها كجملة ثانية نمبر ثري هو حالها نمبر إلفن بعد ركبوا في السيارة نعم هذه أكثر جملة مناسبة إن تكون الجملة الثانية العائلة ذهبت في نزهة ركبوا في سيارة بعدها نمبر ثري محلولة قادوا السيارة إلى البحيرة نمبر فور أجي أدور على جملة تكون مناسبة إن تكون بعد هذه الجملة الأب أمسك بسمكة غير مناسبة خرجوا من السيارة نعم هذه أكثر جملة مناسبة إن تكون جملة الرابعة ركبوا في السيارة قادوا السيارة ثم بعدها خرجوا من السيارة نمبر فايف هو حالياها أولا فتحوا قيبة النزهة بعدها نمبر سيكس سابعا الأطفال شاهدوا الأب وهو يصطاد السمك خلنا نشوف شن الجملة الثامنة المناسبة نتكون بعد الجملة السابعة كان يوما عظيما غير مناسبة طبخوا السمكة غير مناسبة الأب أمسك بالسمكة نعم هذه الجملة الثامنة بعد الجملة الثامنة الجملة التاسعة هو حالياها الأطفال وجدوا الخشب من أجل النار بعدها طبخوا السمكة كان يوما عظيما هذا ما يخص هذا النشاط رتبت الجمل حسب القطعة اللي اخذناها بالدرس السابق على شكل قصة بعدها شن المطلوب حفظه من هذا النشاط أو من هذا الجمل هنا أنا دا يريد يراجع لي أو يريد يخليني أفتهم موضوع الماضي البسيط شنو الماضي البسيط نستخدم الماضي البسيط للتحدث عن الأحداث التي حصلت في الماضي كأن تكون البارحة الأسبوع الماضي الشهر الماضي نلاحظ أن هذه القصة لما شرحناها بالدرس السادس كان يشرحها بزمن المضارع المضارع البسيط باستخدام أس الشخص الثالث فعل يحمل أس الشخص الثالث وفعل مجرد أما من عبرنا أحداث القصة وأصبحت بالماضي أصبح يشرحها بزمن الماضي البسيط فمثلا يقول العائلة ذهبت اللاحظ أن الفعل ماضي ذهبت الماضي مال جو ذهبت في نزهة لأن حدث صار بالماضي أخذناه مسبقا بعد داد كوتا فيش الأب أمسك بسمكة بالماضي بيوم النزهة وكذلك مع البقية ذي دروب دروب ساقة أو قادة الماضي مال درايف يقود وكذلك ايت أكله الماضي مال ايت وهكذا مع بقية الأفعال إذن نستخدم الماضي البسيط للتحدث عن أحداث حصلت في الماضي هذه القصة حصلت في الماضي بالدرس السابق أخذناها بعد كمثال العائلة ذهبت في نزهة الأسبوع الماضي زيني شو نعرف أن هذه الجملة بالماضي أو بالمضارع أقدم مجموعة من الظروف اللي إذا شفتها بالجملة أقول هاي الجملة بالماضي وبالتالي يجب أن أضع الفعل بالماضي شن ندرنا الظروف يستدي البارحة بما أن البارحة يعني الحدث بالماضي last معناها السابق هنا last week الأسبوع السابق أو أسبوع الماضي last month الشهر الماضي last year السنة الماضية جميعها تضلي على أن الحدث بالماضي بعد أي تاريخ سابق للتاريخ اللي إحنا بيه مثلاً 2008 هذي شي صار بالماضي 2003 1990 إلى آخره أذن إذا شفتهم بالجملة أقول أن هذه الجملة بالماضي وبالتالي أتبع وياها قاعدة الماضي شن هي قاعدة الماضي؟ قاعدة الماضي تكون فاعل كل الفوائل نفس التعامل مو مثل المضارع البسيط المضارع البسيط إذا كان الفاعل هاي أو شي أو ايت أخلي للفعل أسس شخص الثالث وإذا كان ذي أو وي أو يو أو آي أخلي الفعل مجرد أما الماضي البسيط فشلتها بسيطة مجرد فاعل سواء كان هي شي ايت ذي وي يو آي إلى آخره كل الفوائل أخلي وراها الفعل ماضي زينا أستاذ شون أحول الفعل إلى ماضي؟ هنا أنا عندي مجموعة من الأفعال اللي راح نحفظها بهذا الدرس صيغتهم المضارعة والماضية يجب أن أحفظهم على ممود أتبع وياها قاعدة الماضي على ممود أخليهم بصيغتهم الماضية إذا كانت الجملة بالماضي شون أعرف إذا كانت بالماضي؟ من خلال الظروف اللي ذكرناها قبل دقيقة فاعل زاعت فعل ماضي زاعت تكملة زينا أستاذ شون تيجييني بالامتحان؟ يجيب ليها مثلا يجيب لي هاي الجملة يقول لي The Family فراغ On a picnic ويضيف لي أحد ذلك الظروف Last week العائلة فراغ في نزهة الأسبوع الماضي ويخيرني بين Go Went تذهب لو ذهبت العائلة ذهبت لو تذهب في نزهة الأسبوع الماضي بما أنه بيها Last week الأسبوع الماضي دلت على أن الجملة بالماضي وبالتالي يجب أن أضع الفعل الماضي Go يذهب هذا مضارع Went ذهب على الماضي إذا نختار Went مثال آخر يجيب لي هاي الجملة Dad فراغ أفش الأب فراغ سمكة Yesterday البارحة فمن خلال كلمة Yesterday عرفت أن الجملة بالماضي فيخيرني يقول لي Catch Low coat Catch يمسك بالمضارع Coat أمسكه بالماضي بما أن بيها Yesterday فإن الجملة بالماضي أختار الفعل Coat اللي معناها أمسكه بالماضي هذا ما يخص هذا النشاط عرفنا الماضي البسيط الظروف الدالة بما أن نعرف أن هذه الجملة بالماضي البسيط وما أن نلقى عدماتها وما أن نأتي بالامتحان أنتقل إلى النشاط الآخر Tell the story with your partner أخبر القصة لزميلك هنا محادثة بين تلاميذ الثانية التلميذ الأول يقرأ جملة والتلميذ الآخر يكمل للجملة الثانية والتلميذ الآخر يكمل للجملة الثالثة وهكذا الأستاذ يختار تلاميذ يقرؤون القصة بالترتيب يسووها على شكل محادثة كل تلميذ يقول جملة معينة من القصة التلميذ يقول The family went on a picnic last week العائلة ذهبت في نزه الأسبوع الماضي التلميذ يكمل الجملة الأخرى وهكذا لحد ما يكملون القصة إذن هذا عبارة عن نشاط محادثة بداخل الصف انتقل للنشاط الآخر Write your own story اكتب قصتك الخاصة My picnic نزهتي هنا يقول انت اختار النزهة الخاصة اختار الأكل مالتها اختار المكان اللي تذهب إلى اختار الطريقة اللي يتم بها البرنامج مع الرحلة إلى آخره على شكل الفراغات والتلميذ مخير يكتب بالفراغ اللي عجبه مثلا It is فراغ يوم انت تريد تروح بالنزهة مثلا تقول It's a Friday It's a Friday انه يوم الجمعة and I am going on a picnic with وانا ذاهب في نزهة مع مثلا التلميذ يقول family عائلتي friends أصدقائي إلى آخره مثلا family We are going to نحن ذاهبون إلى كذلك التلميذ مخير اني يكتب المكان اللي يريد مثلا يقول to Babylon إلى بابل in the picnic bag في حقيبة النزهة I put انا وضعت lots of فراغ الكثير من فراغ مخير التلميذ اني يكتب الأكل أو المشروب اللي يريد مثلا fruits and vegetables الكثير من الفواكه والخضروات some فراغ مثلا some water بعض الماء and juice وبعض العصير We got into the car ركبنا في السيارة my فراغ drove the car فراغ قاد السيارة من اللي قاد السيارة مثلا my dad أبي أو أقول my brother أخي أو my mom أمي إلى آخره first أولا We فراغ شن اللي سوينا أولا بالرحلة مثلا نقول went to the museum ذهبنا إلى المتحف then بعدها We فراغ كذلك شن الحدث اللي صار بعده had lunch حظينا بالغداء We ate أكلنا شن الجملة المناسبة مثلا نقول we ate lots of fruit ten vegetables الكثير من الخضروات والفواكه It was for our day كيف كان اليوم مثلا It was a beautiful day كان يوما جميلا هذا مجرد نشاط يريد يدربك أكثر على وضع الكلمات لتكوين قصة خاصة بك يخلل التلميذ يتخيل ويكتب الكلمات التي يريد يوضعها بالقصة حسب رأيه غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى كتاب النشاط read about Dima's day اقرأ عن يوم Dima and write the foods in the correct place واكتب الأطعمة في المكان المناسب بانطيني 3 أماكن الفريج الثلاجة كيشن المطبخ والمول المجمع فرح نقرأ النص نوضح مفرداته وبعدها نوزع الأطعمة حسب ما قالتها هذه Dima بالمكان المناسب لها Saturday by Dima يوم السبت اللي هو يوم العطلة بواسطة Dima يعني هذا النص كاتب تديما we went on a picnic ذهبنا في نزهة كذلك هنانا بالماضي went ذهب الماضي ما لقو we went on a picnic ذهبنا في نزهة on Saturday يوم السبت we looked for some food بحثنا عن الطعام first أولا we looked in the fridge بحثنا في الثلاجة there was some meat كان هناك بعض اللحم إذن الأكلة الأولى اللي وضعها بالفريج بالثلاجة meat some meat بعض اللحم chicken الدجاج بعد ذلك تبحث بالثلاجة and lettuce الخس tomatoes tomatoes الطماطا cucumbers الخيار and cheese and cheese and cheese نلاحظ أن ذهبنا الأكلات وضعتهم بالثلاجة حسب ما قالت أديما بعدها then we looked in the kitchen بعدها بحثنا في المطبخ إذن هذا المكان المطبخ خنشوف شن الأطعمة اللي نخليهم بالمطبخ there were lots of olives كان هناك الكثير من الزيتون أخلي olives بعد five apples التفاح خمس تفاحات five tins of lemonade خمسة من علب عصير الليمون and big cake وكيكة كبيرة we needed some bread for the sandwiches so we went to the supermarket احتجنا بعض الخبز من عجل الشطار لذلك ذهبنا إلى المحل إذن أول شيء لقوم المحل هو الbread بعد we also wanted packet of biscuits كذلك احتجنا إلى حزمة من البسكويت أخلي البسكويت بعد and some chocolate وكذلك بعض الشوكولات أخلي الشوكولات في السوبر ماركت dad made a fire and cooked the meat أبي صنع النار وطبخ اللحم we had lovely day حظينا بيوم جميل هذا ما يخص تمرين أي وزعنا الأكلات مثل ما طلب من عندي على الأماكن بالثلاجة وبالكتشن المطبخ وكذلك بالسوبر ماركت المحل حسب الذكرته ديمة بالنص هذا مجرد نص للقراءة غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي مجرد نص لتطوير مهارة القراءة للتلاميذ بعدها ask أسأل ويجب test your partner اختبر زميلك كذلك محادثة بين تلاميذ الثنيا التلميذ الأول يختبر التلميذ الثاني مثلا يرجع للنشاط السابق ويقول له مثلا where was the chicken أين كانت الدجاجة فالتلميذ الآخر يحاول يتذكر وين كانت الدجاجة في الأماكن الثلاثة اللي بالنشاط السابق يقول له مثلا it was in the fridge كانت في الثلاجة وكذلك يسأل مرة ثانية يقول له where were the tomatoes أين كانت الطماطر يقول له they were in the fridge كانت في الثلاجة وهكذا مع البقية where was the chocolate أين كانت الشوكولات كذلك يحاول يجاوبه يقول له it was in the supermarket كانت في السوفر ماركت إذن هو عبارة عن محادثة بين تلاميذ الثنيا التلميذ الأول يسأل عن النشاط السابق والتلميذ الآخر يجاوبه من خلال تذكرة لأماكن الأكلات بالنشاط السابق بعدها شي يقول له circle all the past tense verbs in the mass day ضع خط أو ضع دائرة على الأفعال الماضية في النص اللي كاتبت أديما هنا التلميذ يحاول يطلع الأفعال الماضية went ذهب looked نظر looked كذلك مرة ثانية نظر was كان looked مرة أخرى where كذلك كان needed احتاج went ذهب wanted أراد إلى آخره made صنع هذا الأفعال الماضية اللي أوضع تحل سنخط بعدها تمرين D write the past tense of these verbs اكتب الصيغة الماضية لهذه الأفعال هذا التمرين تمرين ملا مهم جدا وكذلك مهم بسؤال القواعد قبل دقائق ذكرنا أنه إذا نريد نكون جملة بالفعل الماضي القاعدة تقول فاعل زائد فعل ماضي زائد تكملة الفاعل نعرفه هى والشي والإت والذي والوي واليو والأي أو كان اسم علم أما الفعل الماضي فهذني أفعال مضارعة رح نطلع الصيغة الماضية لها ونحفظهن على ما تفيدني بسؤال القواعد وكذلك تفيدني بسؤال إذا طلب من عندي الصيغة الماضية للأفعال مثلا number one أولا go يذهب الماضي ما تشنو قبل دقائق ذكرنا أكثر من مرة أن الماضي مع el go هو went ذهب look ينظر الماضي ما تشنو looked نظرة need يحتاج needed احتاج wants يريد wanted اراد make يصنع made صنع cook يطبخ cooked طبخ هسه شون تجيني بالامتحان من الممكن تجيني بالامتحان مثلا بسؤال الإملاء يقول لي go يذهب الماضي ما تشنو went make يصنع شون الماضي ما تشنو فأنا لازم حافظ احفظني الافعال وحافظ صيغته الماضية وأقول له made صنع لذلك كلمات أحاول قدر ما استطاع أني أحفظني الاملاء ومعاني هذه الصيغة الأولى تجيني بسؤال الاملاء أكون صيغة ثانية من الممكن تجيني بها اللي هي بسؤال القواعد مثلا يقول لي I فراغ to the school yesterday أنا فراغ إلى المدرسة البارحة go لو went go يذهب went ذهب فأنا لازم أعرف أنه من خلال كلمة yesterday البارحة أنه الحدث بالماضي فما أخلي go لأن go مضارع أخلي went ذهب لأن ذهب هي الصيغة الماضية وأنا أحتاج الصيغة الماضية للجملة لذلك ضروري جدا أحفظ هذه الأفعال وصيغة الماضية لأن مهمات جدا بالامتحان التحريري أما التمرين الأخير look say cover write and check انظر قل غطي اكتب وتفقل هاي اللعبة اللي نلعبها بنهاية كل يونت أنظر للكلمة أقولها أقول some أغطيها بيدي write أكتبها وأنا مغطيها بيدي وبعدين check أتفقد إذا كان ملاقي صحيح أو خاطئ ومرة ثانية وثالثة لأنه بالكلمة الثالية نس طريقة أنظر لها أقولها أقول have cover أغطيها بيدي write أكتبها وبعدين check أتفقد إذا كانت أملاقي صحيح أو خاطئ وهكذا مع بقية الكلمات هذا مجرد نشاط لتطوير مهارة تركيز لدى التلاميذ على أملاء بعض الكلمات غير مهم بالامتحان التحرير وامتحان شفوي لكن مهم أنه يزيد تركيز التلاميذ على أملاء الكلمات وحفظهن هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بي موضوع الماضي البسيط وعرفنا قاعدته شون نقدر الميزة وشلون يجينا بالامتحان بالأضافة لذلك أخذنا مجموعة من الأفعال الماضية وركزنا عليها وقلنا يجب أن أحفظهن أملاء معاني لأننا ممكن تجينا بسؤال الأملاء مثل ما وضحنا أو تجينا بسؤال قواعد يجيب لجملة ويخيرني بأن فعل مضارع أو فعل ماضي من خلال الجملة أو من خلال الظروف الدالة عليها أحدد إذا كانت الجملة تحتاج فعل مضارع أو ماضي مثل ما وضحنا بدروس سابقة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سفسار أو وضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوا معي على حسابات الموجودة معكم على الشاشة